السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة الطيور فوق السطح يا رب تكونوا بألف خير وصحة والسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناعة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنوا بيه النهاردة جايين نكلمك عن علامات اول ما تشوفها واول ما تلاقيها اول ما تعملها اول ما تحصل معاك تعرف على طول ان في عندك في الحظيرة او في السطح اللي انت بتربي فيه فيه سوء تهوية سواء في عشة او قوضة مقفولة او اي حاجة مقفلة عندك سوء تهوية هنقول لك العلامات وهنقول لك ازاي ممكن تتخلص من المشاكل دي والعلامات دي لان طبعا التهوية مرتبطة ارتباط مباشر جدا بالرطوبة والحرارة لكنها مرتبطة اكتر بالرطوبة ومشاكل الرطوبة والامراض اللي بتنشأ عن الرطوبة وركز معايا لان الموضوع ده مهم جدا خصوصا فيه فاصل الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي لان فيه ناس كتير اوي بتتعامل مع الطيور بتاعتها بشكل غلط بشكل غلط تماما يعني حفاظا عليهم من البرد بتجيب لهم امراض اخرى تنفسية فاول حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول مباشرة كده على طول من غير لف ودوران العلامات اللي بتظهر على الطيور واول ما تلاقيها على الطيور بتاعتك تعرف على طول ان انت مش بتهوي المكان بتاعهم كويس عندك حاجة بيسموها سوق تهوية او مفيش تهوية اصلا وفيه كتمة الكتمة ويلة التهوية بتعمل مشاكل كتيرة قوي هنتكلم عنها اول علامة بنلاقي الطيور بتاعتنا عندها لهث ونهجان بتلاقي كده الفراخ بتلهث وبتنهج ونفسها داية وصعب ومش نشيطة وعندها خمول كده بسبب اللة الاكسجين في المكان اللة الاكسجين يا جماعة بتؤدي الى كوارث في الحضيرة وبتؤدي الى فساد عملية التربية من اولها لاخرها يعني هتلاقي نسبة النفوق عندك عدة الخمسين في المية بسبب سوق التهوية وتقول ما حصل لهم ايه انا ما اقفل عليهم مفيش شوطة مفيش امراض مفيش اكسجين مفيش اكسجين الاكسجين مش داخل للعشة ومش داخل للطيور فيه سوق تهوية ادى الى الموت والنفوق والامراض والمشاكل دي كلها مع ان المشاكل مش بس بتيجي بالاختلاط مش بتيجي بس بالطيور المهاجرة اللي انت خاف منها مش بتيجي بس من البكتيريا اللي برا العشة مش بتيجي من الفيروسات مش بتيجي من كده بس بتيجي برضو منهم نفسهم من قلة النظافة وهما يتقفل عليهم فتجي لهم بقى لها ثوي نهجان عند الفراخ وتلاقي كده مشاكل كتيرة قوي صحية بدأت تظهر على الطيور بسبب سوق التهوية كمان برضو من العلامات اللي انت هتلاقيها او السلوكيات اللي انت هتعملها هتؤدي لسوق التهوية عدم تجانس سحب العلف يعني اماكن فيها سحب علف واماكن فيها سحب العلف ضعيف يعني حتت بيتكل منها وحتت ما بيتكلش منها لو انت عندك مزرعة او حضيرة كبيرة مساحتها مثلا نقول خمسين متر في اماكن بيتكل فيها العلف واماكن لا يسحب منها العلف بنفس الكمية ما بيتكلش فيها يعني فقدان شهاية فقدان شهاية يعني دور على التهوية دور على التهوية واسباب تانية طبعا لكن دور برضو على التهوية ممكن تكون فيه اماكن بعيد عن الهواء بعيد عن التهوية انت كده محتاج تظبط التهوية بحيث ان كل الاماكن تبقى متهوية ومش مكتومة مفهاش امراض يعني مفهاش فقدان شهاية الامونيا الامونيا وريحة الامونيا في المكان اللي عايشة في الطيور طبعا كلنا عارفين غاز الامونيا وريحته الريحة بتاعته يعني صعبة جدا ومقرفة جدا وتؤدي الى نفوق الطيور بشكل سريع جدا ومشاكل تنفسية وامرات تنفسية احنا في غنى عنها لذلك او ما تشم ريحة الامونيا اعرف ان فيه سوق تهوية ودور على طول على طريقة تفتح بها فتحات في السقف والجناب كده بحيث ان الهواء يدخل بس بشكل غير مباشر طبعا وفيه طبعا خلطات وتكليفات ومروح وحاجات كتير قوي ممكن تدخل وتطلع الهواء بشكل غير مباشر مع دفايات لو فيه برد يعني تحل المشكلة وتعالج مشكلة التهوية من غير ما تأثر على درجة الحرارة اللي انت عايز تزبطها في العنبر او في المكان برضو من الدلاء اللي بتؤكد ان فيه سوق تهوية الرطوبة بتاعة الفرشة الفرشة كده لما تيجي تلمسها هتلاقيها رطبة وفيها مية مبلولة وده دليل قاطع ان فيه سوق تهوية لان التهوية الجيدة ما بتخليش فيه رطوبة لان الرطوبة بتيجي من الامونيا ومن المية الكتير اللي موجودة فيه الجو بسبب قلة التهوية كمان عدم تجانس الفراخ في الحجم يعني تلاقي فراخ كبيرة في الحجم وفراخ صغيرة طبعا ده حصل ليه لان فيه فراخ متأكل وفيه فراخ ما بتاكلش فانت لازم تخلي بالك من الموضوع ده لانه داخل على طول في فكرة تسحب العلف لان فيه فراخ بتسحب علف وفراخ لا تسحب العلف برضو تلاقي الفراخ كده قاعدة تحت الحيطان والجدران كده على جنب وكشة الوحدة ده سوق تهوية برضو بتلاقي برضو ظهور حالات استسقاء في الفراخ ده برضو سوق تهوية بتلاقي برضو مشاكل تنفسية زي الطشمة البخة في الفراخ وبتلاقي اي كحة بقى وصوت غريبة وخخشة كل ده سوق تهوية بتلاقي الفرخة بتقلب في الفرشة برجلها وبتدور على مكان تدفل نفسها فيه ده علامة من علامات زيادة الرطوبة وقلت وسوق التهوية ركزوا معنا يا جماعة ده موضوع مهم جدا يهم اصحاب المشاريع ويهم كمان الناس اللي بتربي على سطح في مكان متأفل وخايفة على الطيور بتاعتها من البرد فبتعمل مشكلة في سوق التهوية كل دي العلامات اللي هتعرفك ان التهوية سيئة ومش شرط يكون كل ده موجودة عندك لو علامة واحدة بس فدي بتدل دليل قاطع يعني ان المربي لازم يكون واخد باله من المشكلة ويحلها بسرعة ولازم يكون واخد باله ان سوية التهوية هو السبب في المشكلة ولازم يكون عارف ان التهوية زيها زي الاكل والشرب عند الفراخ لا غنى عنها لازم على طول الاكسجين يتغير في المكان وإلا هتحصل مشاكل كتير وامرات تؤدي الى نفوق يعني بشكل سريع جدا ومش هتلحق كمان تطبب الفراخ او تعالجها طبعا الناس الخبرة في المجال عارفة الكلام ده كويس جدا ومش محتاجة للكلام ده لكننا دايما على قناة طيور فوق السطح بنلجأ اننا نتكلم في كل المواضيع خصوصا المواضيع اللي محتاجها الناس المبتدئة لان الناس المبتدئة ده هم اهم حاجة صاحب الخبرة ده مش هيدخل يسمع على القناة او كده كده عارف هيسمع عليه عن سوء التهوية انما لداخل يسمع عن سوء التهوية ده اكيد قليل الخبرة ولازم يخلي باله من الموضوع ده خصوصا طبعا فصل الشتاء لان في معلومة مغلوطة عند الناس كلها انه في فصل الشتاء لازم نقفل على الطيور من البرد اه طبعا تقفل على الطيور من البرد ومن العدوى ومن درجات الحرارة المخفضة بالليل وفي الفجر والصبح لكن لازم يكون فيه فتحات تهوية ولازم لو عايز تحط دفيات حط دفيات او تدخل عليهم هوا سخن باي طريقة بقى بغاز ولا باي حاجة المهم انك في الاخر يكون فيه فتحات لتغيير الاكسجين والهوا ده كان فيديو النهاردة بتنساش قبل ما تمشي تعملنا لايك على الفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وما تنساش تعملنا تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربيت الطيور واحنا هنرد عليك ان شاء الله في قرب وقت ونشوفكم على الالف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة